على رسول السلام خلينا اشرح لكم الامر دوت لما تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام استشعروا المعنى اللي انا بقول لكم ده اللهم صلي انزل البركة والرحمة وسلم، كأنك بتسلم على النبيه سعى صلم آه ان شاء الله نقول القلقوا علا بيتو نسلم علي سلم علا من الله وصفح النساء اللهم صلي وسلم على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله كي ان الرسول السلام قدامك ولما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام استشعر البركات بعدها كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله ربعها قال إنزدت فوخي نصفها قال إنزدت وهو خير قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله بيحبه النبع السلام قال إذن يغفر زمبك خلاص أدهى ويقف همك عايزين إيه بقى تاني زمب مغفور وهم متشال هنعيش في الدنيا إيه في ساعات هو أنا عايش في الدنيا فعلية زمب وكذا وبعصي وبعصي كلما توب وعود وتوب وعود أو علي هم ودين وغم خلاص الصلاة والسلام بتعمل كده كان فيه يعني أزمة من الأزمات نفيش حد في الحياة من غير الأزمات عايز أقوله أي أزمة تعد عليك أي ابتلاء يعد عليك أكثر من الصلاة على الرسول على السلام ولما تكسره من الصلاة والسلام بعدها تشوفه قد إيه إن الأمر ده انفرق ببركة الصلاة على محمد مجربة مجربة رحل الشيخ وقال له عن لي كذا وديون وقال له صل قال له جاب بتصلي جاب خمسة سبعة خمس تلاف سبعة ألف فيما فوق أنا أعرف أختي بتجيب يعني بالخمسين ألف في اليوم وتبكي بتبكي وتقول والله يعني كده ترى الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ترى الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مش عشان هي بتصلي عليه هي بتصلي عليه من قبل هي ما تشوف الرسول على السلام يعني عشان كده نقول يعني أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأخذ كتابي بيميني وتقر عيني بالرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه أنا بوصيكم تخلوا لكم حال وردي ثابت يومي للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هيعرفك وهيعرف اسمك ويعني مش عايز أقولك البشرات هتوبع عاملة ازاي عندك ابن من تشعر في تعملي في ايه ومغلبينك العيال صلى على رسولها السلام مباركة الصلاة على محمد زوجك مش حاسس بيك وعملك وقهرك وقهرك صلى على رسولها السلام حمدك معرفش عاملة فيك ايه صلى على رسولها السلام خليه يعرفك خلي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اسمك ايمان مونة مروة هاجر يعرفكم هالة يا رب يعرفنا صلى على رسولها السلام أنا أوصيكم بالذكر ده طيب الإمام النووي كان بيقول على الذكر ايه واعلم انه يستحب الاكثار من الأسكار في هذه العشر زيادة عن أي أيام تانية في السنة واستحب ذلك في يوم عرفة وباقي أيام العشر الزكر لا يزال لسانك راطب بذكر الله الزكر بيلين القلوب لما تلاقي عبد قاسي يعرف انه ما بيذكرش الله لما تلاقي قلب واحد قاسي كده مش رجاع كده أو تقوله ربنا كده خلاص يوجل ويستحي لا لا يعرف انه ملوش حال مع الزكر معروفة ترجمة نانسي قنقر